الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع الآية الكريمة نصورة عباسة من الآية السابعة عشر إلى الآية الثالثة والعشرين موضوع الآية الكريمة دعوة للإنسان الجاحدة للتفكر في النطفة التي خلق منها شرح الآية الكريمة قال تعالى كتل الإنسان ما أكفر يعني كتل بمعنى لعنة واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل لعنى الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله عز وجل من أي شيء خلقه يعني من أي شيء خلقه الله عز وجل حتى يتكبر في الأرض ويكفره سبحانه وتعالى من نطفة خلقه فقدر يعني من ماء قليل خلقه فقدر خلقه طورا بعد طور سبحانه وتعالى ثم السبيل يسر يعني ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره ثم بعد ما قدر له من عمر في الحياة أماته سبحانه وتعالى وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمره يعني ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق فهو لم يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض يستفاد من هذه الآيات الكريمة التفكر في بداية خلق الإنسان كيف خلقك الله أيها الإنسان وكيف يعني الله عز وجل أوجدك في بطن الأم إلى أن يصر لك بالخروج فهذا دعوة إلى التفكر والتواضع فيما بيننا والتواضع لله الخالق سبحانه وتعالى والتعبد لله تبارك وتعالى الآن نقرأ يعني بطريقة تعليمية إن شاء الله تبارك وتعالى جديدة إن شاء الله جل وعلا ونتعلم كيف نقف على كل كلمة من كلمات القرآن وقف اختباري وقف تعليمي إزاي أقف على كل كلمة إن شاء الله جل وعلا هنا نقف على هذه الكلمة مدى عارض للسكون إذا كان الحرف قبل الأخير حرف محور في المدى الثلاثة الألف أو الوا أو اليا كتل الإنسان طبعا النون هنا اللي في كلمة الإنسان ديك فيها حكم اسمه إيه إخفاء حقيقي كلما وجدت النون ليس عليها شيء اعلم أن هذا حكم إخفاء حقيقي وكذلك المين كتل الإنسان كتل الإنسان ولما نقف على الكلمة نقولش كتل الإنسان لأ بنقف عليها مدى عارض للسكون كتل الإنسان كتل الإنسان ماء ما فيها مد جائز منفصل ماء لكن هذا في حالة الوصل لكن إذا وقفنا نقف عليك المدى الطبيعي ماء كده كتل الإنسان ماء أكفره 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 يا أكفره في حالة الوصل لكن نقف عليها بالسكون العارض أكفره ليس بالضمة وليس يعني بالإيه مدى الصلة الصغرى الواو الصغيرة دي اللي بعدها اسمها مدى صلة صغرى فنقف على هذه الكلمة بالسكون العارض أكفره كتل الإنسان ماء 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 أكفره من لو هنوصل الكلمة بما بعدها حتى ولو كان في الآية التالية من فيها نون ساكينة وبعدها همزة فيها حكم الإظهار الحلقي لأن الهمزة من حروف الإظهار الحلقي المجموعة في البيت همز فهاء ثم عين حاء مهما لتان ثم غين خاء كتل الإنسان ماء أكفره من وهنا بنجيب مد حركته مد السلاء كتل الإنسان ماء أكفره من من أي من أي من أي طيب هنوصلها من أي شيء من أي شيء من أي شيء من أي شيء هذا مد اسم مد لين مهموز لكن لا يمد في رواية حفص عن عاصم يود في حالة الوقف فقط لا غير من اي شيء خلقه من اي شيء خلقه من اي شيء خلقه نكرر معا حتى نحفظ من اي شيء خلقه من اي شيء خلقه ونركى كلام لانها حرف استفال ما نقولش خلقه خلقه لا خلقه من اي شيء 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 خلقه من نطفه من نطفه من نطفه اي تأمى ربوطة في نهاية الكلمة نقف عليها بالهاء حتى ولو كانت منوانة من نطفه من نطفة خلقه من نطفة خلقه من نطفة خلقه من نطفة خلقه فقدر وهنا بنجيب مدسلة صغيرة في الواو الصغيرة اللي بعد الهاء فقدر بنقف عليها بالسكون العارض من نطفة خلقه فقدر 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 ثم طب لو السم دي هنأف عنه نأف ازاي ثم بالغنى في الميم والنهم للفتحة كأنها غير موجود ثم طبعا مش هنأف عليها لكن لو كان وقف اختباري أو وقف اضطراري ثم ثم السبيل مد عارض للسكون في السبيل ثم السبيل ثم السبيل يسره 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 نقف عليها بالسكون العارض ثم السبيل يسره 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 ثم برضو هنقف على نفس الكلام بالغنى ثم أماته ثم أماته مد إيه هنا ما فيش مد مد طبيعي في الألف اللي بعد الميم لكن نقف على هذه الكلمة بالسكون العارض ثم أماته ثم أماته فأقبره فأقبره مع قلقلة القف لأنه من الحرف كتب جاد يلا نكرر هذه الآية ثم أماته فأقبره 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 ثم أماته ثم أماته فأقبر ثم أماته فأقبر يا رب نسألك حسن الخاتم على طاعتك ثم إذا شاء أنشرة كلمة شاء فيها مد اسمه مد واجب منتصل حينما يأتي المد الهمز في نفس الكلمة وإن في كلمة أنشرة خدناها من شوية زي كلمة الإنسان يبا الحكم ذي اسمه حكم إيه حكم إخفاء حقيقي ثم إذا شاء أنشرة كلا لما يقض طبعا بنقف على الضاد بالسكون العارض مع الاستطالة في حرف الضاد طيب هنوصلها كلا لما يقضي ما ما أمره ما أمره ما أمره الوقف على ما مد طبيعي ونقف على أمره بالسكون العارض كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره طيب نقرأ الأيد بقى كلها بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره هذا والحمد لله رب العالمين سؤال الدرس ما هي الآيات التي فيها دعوة للإنسان الجحل للتفكر في النطفة التي خلق منها الإجابة هي هذه الآيات التي معنا